وحو الشهد الطاهرة بقيت سنداً لها صورته على جدران منزلهما أعطتها القوة لتنظيف تحقيق حلماً اقتصادياً وزراعياً إنها المهندسة رجال شعار ابنة مدينة السلامية وزوجة الشهد العاملة في مركز البحوث الزراعية بدأت بالمستوى الأول من العمل باستقدام الشتول الزراعية لشجرة البولونيا من خارج المحافظة والاهتمام بها ضمن منزلها والعمل على تسويقها وتشجيع الناس على زراعتها لما لها من جدوى اقتصادية لفت انتباهي أن شجرة البولونيا هي شجرة مميزة جداً ميزاتها تختلف عن باقي الأشجار تعمقت في البحث عن أهميتها وجدت أنها تستحق كل هذا الاهتمام وأكثر اقتصادية جداً ممكن أن تصل بالفرد إلى الاكتفاء الذاتي أو حتى المجتمع أو الدولة تنتج بعد سبع سنين تلت متر مكعب خشب من أفضل أنواع الأخشاب أغلى من خشب الزين خشب صلب خفيف لا ينسني لا يمتص الرطوبة مقاوم للاحتراق ولا يصيب بسوسة الخشب هذه الميزات لا يمكننا أن نلاقيها بأي شجرة تانية بالإضافة أنه بعد قطعة ممكن بعد كل خمس سنين تعطينا نفس الكمية من الخشب متوسط عمرها مئة سنين تقريباً أوراقها تعمل كأسفنجة عملاقة تمتص عن أكسيد الكربون وبالتالي تمنع الاحتباس الحراري تنظف البيئة تمنع جزورها تمنع الإنجيراف بتالي مقاومة التصحر اللي نحن هلأ في خطر كثير عم يهددنا بسبب الواقع ممكن هي خلال فترة قصيرة تغني الغابات اللي تعرضت للإحتراق استخدامات متعددة تجد رشا من خلالها الجدوى الاقتصادية البعيدة المدى لهذا المشروع كما ترى فيه وجها لحماية البيئة شجرة البولونيا هي شجرة مميزة تسمى ملكة الأشجار وتستحق منها الاهتمام وزراع هي أسرع شجرة في النمو بالعالم يمكن أن يصل طولها خلال سبع سنين إلى عشرين متر أوراق غنية بالبروتين تحوي 18% بروتين ممكن أن تكون غزاء مكمل للماشي أزهارها من أجمل الأزهار تشبه أزهار اللابندر والياسمين تبدأ الإزهار قبل أي شجرة من الأشجار من بداية الشباطل منتصف نيسان مدة إزهارها تقريبا شهرين أفضل عسل ينتج من في العالم هو من ينتج من عسل من أزهار البولونيا حلم بدأ يتحقق لرشا وترى في توسعة نطق نشر زراعة هذه الشجرة إمكانية الوصول إلى حالة الاكتفاء الاقتصادي من ناحية الأخشاب إضافة إلى تحقيق حلم في بيئة نظيفة وهواء نقي ترجمة نانسي قنقر